لا جديد سوى تدوير الوجوه نفسها في إطار لجان برلمانية دائمة هذا ما أسفرت عنه جلسة مجلس النواب الأخيرة في العراق بعد خلافات دامت لعدة أشهر وانتهت بالتصويت على أعضاء 25 لجنة بينما تم تأجيل اختيار رئاساتها إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة لتذهب وعود التغيير واستقطاب ذوي الكفاءة والنزاهة أدراج الرياح كما جرت العادة في الدورات البرلمانية السابقة فهاهم نواب الأمس يتسنمون مقاعدهم اليوم بعد اتفاق الكتل السياسية وفق المبدأ نفسه مبدأ المحاصصة الطائفية ولأن العمل السياسي في العراق الجديد لا يستند إلى مبدأ بعينه فإن المتغير الجديد في تشكيل اللجان البرلمانية هو صياغة قانون يسمح للنائب بالانتساب إلى لجنتين برلمانيتين مختلفتين باستثناء اللجان السيادية في سابقة هي الأولى من نوعها على صعيد تقاسم الحصص تقاسم تناوب عليه نواب مرفوضون هم ورؤساء كتلهم من قبل العراقيين لتورطهم بملفات فساد مسكوت عنها وآخرين حرضوا وشجعوا على قمع وقتل العراقيين في أكثر من مناسبة وآخرها تظاهرات تشرين تشكيل اللجان البرلمانية الجديدة يأتي في وقت ألقت فيه الأزمة السياسية بظلالها على حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات المرحلة إلى البرلمان الجديد للتصويت عليها غير أن البرلمان نفسه فشل في الأشهر الماضية في تمرير أي قانون أو تشريع مرحل منذ عقد أول جلسة رسمية له في التاسع من كانون الثاني الماضي